طيب يا دكتور سامح احنا لسه ما جاوبناش على سؤال الحلقة ايهما افضل استخدم الدكسي ولا الاكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكو يارب تكونوا دايما في خير واحسن حال معاكم الدكتور سامح عسل وحلقة اليوم يا شباب هنعرف ايهما افضل استخدام الاكسي تترا سايكلين في فراخ التسمين ولا الدكسي سايكلين ايهما افضل لفراخي وما هي الامراض او المشاكل اللي المفروض لما شوفها انزل فيها الدكسي او الاكسي وليه معظم مربيين الفراخ بيقولك الدكسي او الاكسي بلاش يا دكتور ده اول ما بنزله الفراخ بتموت والمشاكل بتزيد والدنيا بتبوز هنعرف ليه فعلا الكلام ده صحيح وكمان هنعرف الادوية اللي بتتعارض مع الاكسي او الدكسي والجرعات المناسبة والوقت المناسب هل ينفع احضن بالاكسي او الدكسي هل ينفع احصن بعدها او قبلها وتريكات ومعلومات تانية كتير ان شاء الله لكل مربيين فراخ التسمين اهم حاجة تسمع الفيديو للاخر لان ممكن تكون معظم المعلومات المهمة في نهاية الفيديو وما تنساش تشير الفيديو لكل مربيين الفراخ علشان الكل يستفيد معانا ويلا بينا نبدأ على بركة الله علشان نعرف ايهما افضل لازم نبدأ دلوقتي بالمعلومات او الصفات اللي ممكن يكون هما الاتنين مشتركين فيها يعني الدكسي او الاكسي اللي اتنين تأثيرهم واسع المجال واسع المجال يعني ايه دكتور سامح واسع المجال يعني ممكن ان انت تحطه في برنامج وقاية بمعنى ايه اشتغلوا على معظم انواع الاسهالات يعني جنرال كده عمتا مضاد حيوي واسع النشاط واسع المجال المعلومة التانية يا شباب ان اللي اتنين بيشتغلوا بنظام بكتيريوستاتيك يعني موقف لنشاط البكتيريا احنا كنا قلنا من حلقتين قبل كده ان الموقف لنشاط البكتيريا ده بلاش تحطه في فترة زمنية قصيرة لا طول الزمن شوية يعني لو انت مثلا هتنزل في عمبارك ساقوة ونص كيلو بلاش تحط النص كيلو على 225 لتر مثلا الساقوة تخلص مثلا ايه في 4-5 ساعات لا حط على 700-800-1000 زودها خليها 12 ساعة على الاقل لكل ما تعرض المضاد الحيوي للزمن اطول كل ما هيوقف نشاط البكتيريا بفترة يعني هو معتمد على انه هو الزمن معتمد على الفترة الزمنية الطويلة مش معتمد على التركيز حتى ان في بعض الناس زمان كانت بتحط الاكسي في تركيبة العلف علشان يفضل على طول متواصل في امعاء الفراخ لكن الانواع التانية المعتمدة على التركيز زي ما قلنا في الحلقة قبل كده دي لازم تنزلها بتركيز عالي مرة واحدة علشان تجيب نتيجة افضل المعلومة الثالثة يا جماعة ان اللي اتنين الدكسي او الاكسي بيتعرضوا مع الاملاح المعدنية ومعظم الفيتامينات ده معناه ايه يا دكتور سامح لما تيجي تحضن طبعا مرحلة التحضين الكاتاكيت بتقعد اول اسبوع انت بتكسف شغل الاملاح المعدنية والفيتامينات فبيحصل هنا ايه ان انت بتقلل امتصاص الاملاح والفيتامينات او بتأثر على نسبة الاملاح والفيتامينات في دم الكاتاكيت فالصح ان انت لما تيجي تستخدم الدكسي او الاكسي بلاش عام اول اسبوع ليه علشان التعارض اللي ممكن يحدث مع الاملاح ومعظم الفيتامينات المعلومة الرابعة اللي بعد كده ان اللي اتنين الدكسي او الاكسي بيتعارضوا مع يعني باختصار يا شباب لما تكون حائن جنتا وسوفوتاكس مثلا ما تحطش في المية دكسي او اكسي اه هحقن جنتا وسوفوتاكس مثلا بكرة ماينفعش النهاردة احط في المية دكسي او اكسي اه هحصن مثلا بكرة او بعده ببقى برضو ماينفعش ان انت تعالج او تحط برنامج وقائي بالدكسي او الاكسي وانت داخل عليك تحصينة لان الدكسي او الاكسي بيهبطوا المناع بيضعفوا مناعة الفراخ فانا مايباش داخل عليها تحصينة واحطوا في المية دكسي او اكسي ودي تركة مهمة جدا ان كم هي دي السر اللي بيخلي معظم الناس تشتكي يقولك ايه الدكسي يا دكتور سامح بيعمل مشاكل اه لما بنزله اه بيعمل نافئ اه ما بي اه لا الدورة اللي بيحط فيها دكسي دي بتبقى دورة وحشة فعلا لان هو مش واخد باله ان الوقت لازم يكون مناسب قبل منزل المضاد الحيو فانا دلوقتي لو داخل عليها تحصينة وجيت حطت دكسي او اكسي انا اللي ضررت نفسي مرجعش اشتكي واقول اصلا هو الدكسي وحش ما هو انت لازم تاخد بالك من النوع عندك مسلا واحد يقولك ايه طب انا بدان في تحصينة اروح اجيب رافع مناعة علشان ارفع مناعة الفراخ فيروح يعيني يشتري اغلى رافع مناعة في السوق من ضمن التركيبات اللي بتبقى في الرافع المناعة الغالية مادة اسمها الليكتين ومادة الليكتين دي بتقفل المستقبلات بتاعت التحصينة يعني انا لما احط رافع مناعة في مادة الليكتين كده التحصينة اللي جاية بكرة او بعده مش هتشتغل يعني انت منكلف نفسك وجايب رافع مناعة غالي جدا علشان فيه الليكتين تقوم تحطه قبل التحصينة عشان ترفع المناعة بقى أو كده تدور نفسك اكتر علشان زي ما قلت قبل كده اهم من العمل هو زبط العمل يعني الفكرة مش كتر أدوية أو غلو سعر المنتج أنت لازم تبقى فاهم بسي التريكات الفنية دي وإحنا إن شاء الله على قد ما نقدر في القناة بنحاول نقدم لحضراتكم أشهر النقط أو الأخطاء الفنية اللي ممكن حضرتك توع فيها وبرضو لو عند حضرتك أي سؤال أو أي معلومة تقدر أن أنت تضيفها في التعليقات علشان الكل يستفيد طيب يا دكتور سامح إحنا لسه ما جاوبناش على سؤال الحلقة أيهما أفضل أستخدم الدوكسي ولا الأكسي باختصار الدوكسي أفضل من الأكسي لعدة أسباب أهمهم إن الدوكسي سايكلين أقل تأثرا بالأملاح المعدنية حتى إن في بعض الناس لو تلاحظ بيحضن على الدوكسي عادي ليه؟ لأنه أقل تأثرا بالأملاح المعدنية والفيتامينات الحاجة الثانية إن نسبة امتصاص الدوكسي عالية نسبة الإتاحة عالية فده معناه إن أنا مش مضطر أحط معاه أحماض عضوية أو خل علشان أزود نسبة الامتصاص لأن الصح إن انت تحط مع الأكسي خل علشان نسبة امتصاص الأكسي ضعيفة فبنضيف معاليها أحماض عضوية أو خل أما الدوكسي فليس هناك داعي إن انت تحط معاه أحماض عضوية لأن نسبة امتصاصه عالية الحاجة الثالثة إن الدوكسي سايكلين أفضل في التأثير على الأمراض التنفسية من الأكسي يعني لما يجي عندي مثلا مشكلة برد أو مشكلة سي أردي أو الكلام ده طيب عايزة عالج ممكن أحط الدوكسي خصوصا مع التيلوزين يجيب معاك نتيجة في مشاكل مايكوبلازما والسي أردي الكلام ده الدوكسي بيكون أفضل من الأكسي النقطة الرابعة إن الدوكسي أفضل من الأكسي في التأثير على الكلية يعني بيكون تأثيره أقل من الأكسي لأن لما بيخرج من الجسم بيكون فيه نسبة عالية من إفرازه من خلال الكابد والمرارة فبالتالي برضو بيكون أقل تأثيرا على الكلية وإن كان طبعا الجرعة أكيد بما إن الدوكسي نسبة امتصاصه أعلى يبقى جرعيته أقل فإن كان الأكسي تترا سايكلين جرعيته 20 ميلي جرام للكيلو فالطبيعي إن جرعة الدوكسي تكون أقل شوية لأن امتصاصه أعلى فبتكون حوالي 15 ميلي جرام للكيلو وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا يارب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر